اشتركوا في القناة دين حسين مدير تحرير جريدة الشروق اهلا بحركة معنا يا فنم وصباح الخير صباح الخير طبعا يمكن في البداية خالص عايزين نعرف من وجهة نظر حضرتك قراءاتك للمشهد على الساحة السياسية القراءة للأسف الشديد طبعا حاجة تغم وتحزن وحاجة تدعو للأسف ولا كل أنواع الشعور بالأسف والحزن يعني ما كان يتمنى أي شخص أنه ده يحدث في مصر لكن في السياسة بما أنه حدث فعلينا أن نتعامل معه بموضوعية وقراءة متعمقة حتى نستطيع أن نخرج منه خروج آمن وبقل الأضرار الممكنة يعني فيه ما حدش كان نتصور في لحظة في مساء 11 أبراير لما تنحى حسن مبارك وخرجت الملايين فرحة أن يعود الدم اللي يتدفق من جديد في ميدان التحرير وفي ميدان كثيرة وعلى يد رجال الأمن ضد متظاهرين سلميين ما حدث كان كارثة للأسف الشديد ولا يعرف يعني الثمن اللي احنا كمان مطربين ان احنا ندفعه كان الطريق واضح اللي حصل باختصار هو نتيجة تشخيص خاطئ للأزمة لأن احنا ممشناش صح من البداية في طريق صح لو كنا اخترنا الطريق السليم من البداية ما كنا قد وصلنا إلى كل هذه العقبات وكل هذه احنا تكاملنا يعني بالضبط احنا كنا ماشيين الناس كثيرة كل نغبة مصر قالوا أنه ينبغي علينا أن نمشي في هذا الطريق لكن ما تم اختياره وكان مخالف لكل العقول اللي تقلت وتم اتهم هذه النغبة بأنها منعزلة ولا تعرف ما يريده الشعب ومتعالية وعملاء في حين يعني دور النغبة دايما هي تقول للناس يا أخوانا الطريق الصح هو ده في بعض الفصائل للأسف الشديد بانتهازية الشديدة وهي التيار الديني أصرت على ده اعتقادا أنه ده هيديها مقاعد أكثر في مجلس الشعب والأسف الشديد المجلس العسكري تبنى هذه وجهة النظر الناس ذهبت في 11 في 19 مارس إلى الاستفتاء لكي تصوت على الاستقرار لم يكن فيه ذهنها محدش قال لها باختصار للجميع يعني اللي فهم ده القلة من النغبة وقالوا بس غالبية الناس لم تفهم ده ما وصلهاش إنه اختيار كلمة نعم في يوم 19 مارس هتعني اللي حصل دلوقت وبالتالي وباختصار شديد دم اللي سقطوا في رقبة المضللين بتوع نعم مش اللي قالوا نعم اللي قالوا نعم هم يعني الشعب وإرادة الشعب عليها أن تحترم في كل الأحوال لأن اعتقد وقت الاستفتاء والله بعده ومع عدم تطبيق أجزاء كتيرة جدا من اللي تم الاتفاق عليه حتى مع اختيار نعم ودلوقت لما انت بتقول إن اختيار نعم هو دوت اللي قدل الكالس اللي احنا فيها ديت والله العظيم من يوبيلك كده بجد 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 يعني ما اعتقدش ناس كتيرة مرضو لسه عارف الفرق بالنغم ولا هو نعم يعني الجدول اللي هو بالضبط العكس اللي حصل في تونس تأمل اللي حصل في تونس إنك ترتب المشهد صح انت عندك جدول زمني عندك مرحلة انتقالية إزاي تبتديها صح وإزاي تنهيها صح ما حدث في مصر إن انت بدأت من الآخر أو بدأت من النص واللأسف شديد حتى وقت التصليح له تمن فادح دلوقت يعني انت بينك وبين الانتخابات خمس سيئة خلينا نركع تاني ما يقوله حضرتك كمان يمكن الناس كلها بتقول إن المشهد بيتكرر مرة تانية إن نفس الأخطاء بتتكرر مرة تانية في بطء في اتخاذ كرارات والوصول الحلول والتعاون مع الشارع والتعاون مع الرأي العام والتعاون مع الرأي المختلفة والتعاون السياسي والتعاون الاستراتيجي والتعاون العسكري والتعاون الأمني كتير قوي المشاكل كتير جدا هذا يعني فيه اتفاق تماما على هذا الكلام والدليل على ذلك يعني قانون العزل السياسي كل الناس تعبت من الكلام حول أهمية صدوره صدوره مبكرا وقبل الانتخابات وقبل فتح باب الترشيح أو حتى قبل إغلاق باب الترشيح لكن فجأة تم إصدار هذا القرار قبل سبعة أيام من إجراء الانتخابات وبعد يومين أو بعد يوم من اندلاع المظهرات بالشكلة عنية فقير رسالة بتوصل للناس أنه الضغط فقط هو الذي بيولد نتيجة وبالتالي أن هذا القرار صدر ليس لأنه مهم أن يصدر ولكن لأن الناس ضغطت وهذه الكارثة ده يعني طبعا سوء إدارة سياسية من قطع النظير المجلس العسكري أخطأ أخطأ كثيرة جدا وطبعا يعني علينا أن نفرق مرة تانية الانتقاد المجلس العسكري في القرارات السياسية لا صلة له بالمرة بانتقاد القوات المسلحة للأسف الشديد مش كل الناس في بيان المشير حسين طنطوم بارح أرأي حاجة كيف أنه في البيان المبير البيان فيه حاجة جيدة جدا اسمها أنه انتخاب ريس الجامهورية قبل 30 يوم هذا شيء تطور كويس وفكرة الاستفتاء أنه يطرح نفسه للمجلس كله استفتاء هذا شيء كويس أيضا لكن للأسف الشديد يعني الشكل العام للبيان من أول التسجيل من أول عملية التسجيل والمنتج وحديات كتيرة جدا في غاية الرداء الفنية الخطام مش مصابق بلغة قوية الرسالة بتاعته أيضا وصلت متأخرة في مثل هذه الأزمات أنت مطالبة أن تقول للناس خبر شك يعمل صدمة يحل مشكلة الطريقة التي تم بها البيان البارح أن المجلس العسكري يعتقد بهذا البيان أنه قدم تنازلا كبير الشارع السياسي خصوصا في ميدان التحرير يعتقد أن هذا أقل تماما من المطلوب ومن كان في الميدان بالأمس وراء ردود فعل الناس على البيان هيعرف الفرق يعني فيه مساحة شاسعة ومسافة باتت طويلة بين تحرير وكبر الأب هذه المسافة الطويلة على حد من الأوقات أنه يسارع أنه يقربها أتمنى أن البيان النهاردة يفترض أنه هيطلع الفريق سابعينان النهاردة ببيان جديد يفترض خلال ساعات يقول فيه حاجات أتمنى أن تكون حاجات واضحة ومحددة تنهي الأزمة من جزورها لأنه أي يوم زيادة بيعمق الفجو الناس البارح بدأت تتكلم عن تكرار السيناريو اللي كان موجود في مدان التحرير قبل كده حسن مبارك ليه إحنا مفروض المجلس عسكرا كنيسة نفس السؤال بسيط ليه إحنا وصلنا لو سهل هذا السؤال هيستخلص العبر ومفيش حاجة يسمعها أنه كل اللي في التحرير عملة أو خاونة أو مضحوك عليهم أو النوم مقلة بهذا المنطق معنى ذلك أن حسن مبارك كان صح لأن اللي خرجوا في ميدان التحرير وخمس وعشرين يناير كانوا مئة ألف مثلا واللي بعدهم متين ألف بهذا المنطق علينا أن نعيد حسن مبارك لو صح هذا الكلام لأنه لما مكنوش كل الشعب مفيش بلد في الدنيا بتطلع الملايين كلها تتظاهر بالصبت ممكن المصريين كان لهم طلب هو لو في أجندات خارجية طب ما تكشفوا عنها يعني التمويل منين يعني اللي بيحصل منين يعني من حقنا نعرف كشعب مصري عشان نعرف عدونا فين عشان نواجهه طاقتنا ليه لأن في البيانة مبارحة لسيد المشيري ممكن كان بيقول أن المجلس العسكري يعني في نقطة صغيرة لا يعيب المجلس العسكري أن توجه لأوا انتقادت لأنه يقوم مقام رئيس الجمهورية ويقوم مقام مجل الشعب فيأي قرار يصدره هذا نقض سياسي بالضبط نقض سياسي للمجلس العسكري باعتباره يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات المجلس التشريعي ليس بالمرة يعني من قبيل التكرار وغيرا من بلنا مش وصل المجلس العسكري يعني وصلين احنا مش خاصة للمجلس العسكري. هنا هنا ده فيه مشكلة كبيرة. طيب هنتكلم فيما بعد البيان وفي الساعات القليلة القادمة وفي الايام التنظيمة ايضا احنا بنتكلم على انتخابات في موعدها كما تم التأكيد على دوت من المجلس العسكري ومن النساء المشيطان طوي. بنتكلم ايضا على ان يبقى الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بالتحرير وان حصل تصريحات فريق عنان ان هو بيقول ان في تعهد بوقف اطلاق النار على متظاهرين مع ان بعد دقايق او يمكن ساعات او ساعة قليلة جدا بعد خطاب طانطوي حصل اللي حصل الغازات الفجأة. بقت منتشرة في المدان كله. منتشرة في المدان كله مع ان الاول كانت متركزة عند نحمد محمود. احنا بيدنا دافع عن وزارة الداخلية فبالتالي كانت متركزة عن محمد محمود. فجأة بنا نتكلم على هوا طالع من متهم انفاء وغازات مش شايفينها وناس بيترموا على الناحيتين. فعملية قالوا عنها انها عملية ابادة للمدان التحرير. اه ماذا بعد? ماذا بعد? يعني على الاقل ان ان انت تطلحت يعني والواحد قال ده كتير وناس في محدش مهتم بالحاجات اللي تريح الشعب. حضرتك تخيل كم الفزع والهلع اللي بيصيب الناس اللي ساكنين في هذه المنطقة. او الناس اللي بيمروا من هذه المنطقة وهم ملايين المصرين. مدان التحرير هو احد النقاط الرئيسية اللي ربطة مصر كلها تقريبا. كل الناس يا بتمر منه عبر المترو. يا ام عبر الطرق. يا ام عبر كبري اكتوبر. نقطة التقاطع الرئيسية هو مدان رمسيس. فلما يجي عندك الناس كلها بتتشكك فيه نوعية القنابل الغاز المستعملة. اس ار ولا اس اس والفرق من دي ودي وايه هي قاتلة ومنتهات الصراحية. وامريكية ولا اسرائيلية ولا من مزبيق. طيب انت ما تطلحش تقول الناس ده ليه? يعني ده مفروض ان انت هل خدت قرار تبيد الشعب بتاعك? يفترض لا. فبالتالي والله تقول له ده سلاح طبعا السلاح كله غلط. يعني مفروض انت لا تواجه شعبك. لكن بما انك خدت قرار احمق انك تواجه هاش الشعب وتستعمل قوة ضده. ابسط شي انك تقول للناس يا اخواني هازي القنبلة اسمها كذا وخصائصها كذا. والعلاج منها كذا. والهدف منها انه هو تفرق الناس. لكن فيه شكوك لدى الناس كثيرة جدا. ابارح الكلام التناسر حول الغاز الذي يتسرم من متر الانفاء. طيب. ابسط شي في الدنيا كلها ان فيه مسؤول بيطلع بيقول الغاز ده صح هو غاز ولا مش غاز ولا ده بخار ولا اي شي او هو غاز وصفته كذا. كل ده لما ما بيتوضحش الشكوك بتتزايد. طبعا. وحتى لو كان الخبر خطأ يتحول الى حقيقة لده المتشككين او اللي ما عندهمش فكرة او معنوان. فالأسف شديد كل ما يتم اتخاذه او معظم ما يتم اتخاذه من القرارات يصب في مصلحة تراكم الاخطاء التي تقود الاخطاء اكبر. والتي تقود بدورها الى قطع خط الرجعة في تقديم الحلول. طبعا اك شاف ان فيه حلول الخروج من المقصد ده. في السياسة ما فيش حلول. السياسة هي دايما فن البحث عن الحلول. لما يبقى فيه طرفين بيتصرعوا في الحرب ممكن تكسر ارادة الطرف ويبقى فيه يعني نتيجة صفرية. واحد صفر عشرة صفر. لكن في السياسة هي نتيجة التفاوض. ان الناس بتتفاوض بتصل الى الحل يعني ما يسمى بالكمبروميز او الحل الوسط. او يعني اللي هو اللي يترجم نتيجة الارادات على اللي موجودة على الارض يترجمها في ورق مكتوب واتفاقات او حلول. فيه ناس موجودة فيه ميدان التحرير يعني مبارح كان اظن اكتر من متين تلتمائة الف. اه مينفعش فكرة الحل الامني خلاص ينبغي ان يطلع قرار واضح يتال. هذا شعب. هذا جزء من المحتصمين مينفعش ان انا اقول متين الف. كلهم غلط. ولو هم غلط مينفعش اتعامل معهم بان انا قابتهم. اتعامل معهم بالسياسة. فبالتالي نقعد يا اخوانا. المطالب بتعمل ميدان التحرير هي واحد دين تلاتة. الحلول اللي موجودة عندنا دلوقتي هي واحد تلاتة. ما بين الصراعين في التفاوض ده نقدر نوصل الى. طب هنقدر نعمل ده عاجلا وده هيتعمل بعد اسبوع او بعد شهر. بس الطريقة السابقة في التعامل واللي تم فيها يعني ايهاب الناس ان فيه حلول ثم ثابتة فيما بعد انها لم تكن حلول بل مجرد مسكنات. مفروض ينبغي لها قال لا قال لا تعاد مرة اخرى وان احنا نقطع نقطع هذه الطريقة في التفاوض ونعود الى منهك تفاوض جديد قائم على ان هذا شعبي. ده مش شعبي. ومن الذي هتفاوض وهي دي بقى السؤال اللي بدفضل نسأله. مشكلة زي ما فيه طبعا مشاكل احنا مفيش مهام ملاك ومفيش شيطان دلوقتي. زي ما فيه مشاكل على مستوى الاداء السياسي على من يملك السلطة ايا كان سواء سلطة سياسية او سلطة تنفيذية او الى خلافه يعني. كمان فيه مشاكل على مستوى الشارع لا يوجد الى الان قيادة موحدة لا يوجد الى الان. لما عاوز اكلم شعب مصر اكلم مين. زي ما قال علاءة ولي الدين في فيلم الى مصر. هتسأل هؤلاء هو مش علاءة ولي الدين هو الفيلم اللذي من الاول. علاءة ولي الدين خاتها من الفيلم. احنا برضو لازم لايحد يبقى بيمثل هذا الشعب او هؤلاء المعتصمين. وهي دي مشكلة كبيرة جدا جدا يا فن. طيب هذا كلام دقيق يعني يقترب كثيرا من الصحة. وكانت احد المشاكل بقدر ما هي كانت ميزة في الثورة المصرية. انها بلا قيادة وهي ثورة شعب. لكن هي بتجي في اوقات السياسة بتبقى في مشكلة. لكن ثابتة يعني بروح ببساطة جدا الموجودين في ميدان التحرير مجموعة من الفصائل الاساسية. ستة عبريل ما عرفش الاشتراكين الثوريين مين ومين ومين. بجيب الناس البسؤولين بتاعتهم كل منظمة من هذه المنظمات لها ريس. ولهم علاقات سياسية قوية جدا بمجموعة كبيرة من الشخصيات العامة. اظن البردع له تأثير اخلاقي. اه عليهم كتير جدا. ممكن يتم الحديث مع محمد البردع. لما انتما دعوتنا الحديث افادني من اول مبارح لمجلس العسكري اعتذر. لا اظن المسألة اكبر مما تتصور بسهولة دي. ده احنا بالنسبة لنا احنا. نعم. خلي بارحنا انتوا كاعلمين واجناس صحفيين وكده. بالنسبة لكم انتوا يمكن شايفين الصورة اللي احنا مشايفينها برضه. احنا كجمهور دلوقتي متلقي احنا بالنسبة لنا. المجلس العسكري يدعو البردع له للحديث. ثم لقصت البردع يمرحش. يبقى كي في مشكلة. ايه المشكلة؟ ما هو اللي طول احنا بارح ان البردع كان مرشح بقوة كمقيل لتشكيل حكومة انقاذ وطن. طبعا. ومش معقول ان انت هتستدعي مجموعة كبيرة من السياسيين لمنقش التشكيل حكومة انقاذ وطن. مثلا وسيطرح فيها اسم البردع او اسمع مينما والفتوح. ويقول اتنين يبواعدين على الاقل فيه طرف هيبه منتخذ البردع. مش من اللائق انك انت تجيبه في الاجتماع الذي يناقش مثلا تكليفه بالحكومة على سبيل المثال. لكن انا مؤكد ان هناك اتصالات تجري بين البردع والمجلس العسكري وبين مختلف القوى السياسية والمجلس العسكري. تمام. واظن ان المخرج ما زال حتى هذه اللحظة هو حكومة انقاذ وطني بصلاحيات حقيقية. ده ينهي يعني تسعة وصحية في المئة من المشكلة وينتهي الامر. التمثيل الشيء